السيدة زهبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا دكتور ربنا يبارك لك يا رب على البرنامج اللي كل يوم بيغير كتير في حياتنا الله يرضى عنك ويبارك فيك يا سيتي انا عايزة اسأل حضرتك بعد اذنك ثلاثة اسئلة تفضلي يا فندي اول حاجة ازاي الدعاء بيغير الاخدار مع اني حاجة مكتوبة لنا عند ربنا حاضر دي اول حاجة تاني حاجة ازاي اللي انا اقدر اتخلص من الطاقة السلبية مع اني موزبة على قراءة الكرآن يوميا حاضر او اجابة على حضرتك في السؤالين السؤال لا اولان انا عايزة حضرتك تدعيلي انا واولادي انا عايزة اكتر من كذا ربنا يفتح بيكم وعليكم ويجعل واشرح صدوركم ويجعل ان شاء الله نظروا اليكم بنظر اللطف والرحمة والرعاية والحفظ فيمنع عنكم كل مكروب ويجعلكم ان شاء الله في كل شيء محبوب وينزل عليكم كل مرغوب وان شاء الله يجعلكم دايما مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب الدعاء انت بتحضر تقولي الدعاء ازاي غير القدر فيه حاجة اسمها القداء المبرم خلاص ده مش هي ده خلاص لازم يحصل وفيه حاجة المعلق ده اللي بيأثر فيه الدعاء لكن انا بحب كمان تفسير تاني لطيف قوي ان الدعاء والقدر ان الدعاء والقضاء الاتنين من ما كتبه الله سبحانه تعالى فهناك واحد ينزل علي القضاء من غير ما يدعو وهناك واحد قدر الله له ان يدعو فالاتنين بيكونوا موجودين مع بعض وكأن السورة بتكتمل بيهم يعني هناك من يقدر الله له ان يدعو وهناك من لا يقدر الله له ان يدعو فاللي بيقدر الله له ان يدعو ماذا بتكتمل السورة عنده الاخر اللي ما بيدعوش بتينزل علي الأقدار وهو ده معنى التغيير إن السورة بدل ما بتنزل القضاء نازل فقط لا القضاء نازل مع الدعاء فهو ذات اللي بيغير يعني ايه بيغير مش بيغير رغما عن مراد الله لا ده هو ده مراد الله فولما دع الله وكان هذا هو مراد الله فجعل الله سبحانه وتعالى تحقيق مراده من مراد الله الله أكبر ده مدحل وأوده يعني الله سبحانه وتعالى هو الله فعال لما يريد وهذا أيضا مكتوب للعباد فالحمد لله أن جعل الله سبحانه وتعالى هذه المعاني لا لشيء إلا أن العبد يتحرك قلبه إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان الكلام ده واضح فإن شاء الله لو أنك عملت به بهذه النية إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل الخير إن شاء الله مسألة الطاقة السلبية الطاقة السلبية بتيجي في الغالب من النفس الأمارة بالسوء كل ما تعملي أمر تبعدي به النفس الأمارة بالسوء عند أن تتحكم فيك كل ما انت اقتربت من الله سبحانه وتعالى وأكتر حاجات بتبعد للنفس الأمارة بالسوق تلات حاجات أقولك تلات حاجات بسيطة أول حاجة كسرة الزكر كسرة الزكر ومن أحب الزكر ومن أعلى الزكر الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني تغيير نمط الحياة وإدخال كل يوم شيء جديد وخاصة العلم في حياتي الحاجة الثالثة هو في الحقيقة إن أنا أحصن قلبي من السواد أحصن قلبي من اليأس أحصن قلبي من الكآبة أحصن قلبي بإيه بإن أنا دايما أكون في حالة إن الله معي إن الله يراني إن الله يسمعني الله سبحانه وتعالى لطيف بي محدش أبعد بقى عن التفكير فيما يحيكه الناس دي أبعد عن التفكير في كل أشياء ليس من أمري يبقى إيه اللي هيحصل من حسن إسلام المرء تركه مالا يعني ده من أهم الأشياء اللي تدفع عنا الطاقة السلبية في حياتنا ودايما لازم نستبشر إحنا عبيد ملك كريم ودود لطيف ربنا دايما يتمم علينا أن نكون مستحضرين أن إحنا عبيد الكريم الرحيم الودود وداعي يخلي حياتنا كلها مش طاقة إيجابية بس لا دي طاقة محبة ونور بالله النور الذي ينور كل القلوب بنظره إليه ترجمة نانسي قنقر